ممكن نعرّق كده على السيرة إذاتية للأمير الراحل لأنه طبعاً هو يعني عمره كان حوالي 91 سنة وكان لي بيع طويل في العمل السياسي أو حتى العمل العام وهو من الشخصيات اللي كانت مؤثرة في المجتمع الكويتي وكذلك المجتمع العربي نذكر الناس أو حتى اللي ما يعرفش مين هو أمير الكويت الراحل نعرفهم به في شكل سريع كده طبعاً يعني رحمة الله عليه وخالص تعزينا للأمة العربية والإسلامية وشعب الكويت الشقيق الفقيد الراحل كان من الحكماء الدبلوماسية ولقب شيخ الدبلوماسيين أو عميد الدبلوماسيين لأنه ترقص وزارة الخارجية الكويتية لفترة ضويلة جداً من نهاية الستينيات وعمل وظائف كثيرة جداً في دولة الكويت وتولى حقيبة الإعلام كمان وتولى حقيبة الإعلام طبعاً تولى كثير من المهام والوظائف في الكويت لكن الدور المهم جداً هو الدور اللعبه في وقت غزو العراء للكويت سنة التسعينات واحد تسعين سنة التسعين سنة التسعين سنة التسعين سنة التسعين سنة التسعين كان الاحتلال العراقي الكويت ولعب دور مهم جداً ونشط جداً في التحرك الدبلوماسي على مستوى العالم كله وعلى مستوى العالم العربي أيضاً في الأزمات والمشاكل العربية لعب دور كبير ودور مهم ومؤثر في معظم المشكلات العربية وكان له حضور على الساحة الدولية حضور كبير جداً وكان يعني يقابل باحترام شديد لأراءه المتوزنة حتى يمكن في الأزمات الأخيرة اللي كانت مع قطر شفنا أنه بيحاول رأ يعني حل حلة المشاكل فكرة الوساطة العربية آه وأنه يعني حاول أنه ينقم بأنه يكون يعني منحاز في أي اتجاه اللي كي يكون لدي القدرة على حل المشكلة وحل الوساطة باستطاع أنه يعني يجعل من الدولة الكويت الحقيقة دولة اهتم جداً بالتعليم اهتم جداً هو أول حد ساعد في أنه المرأة تكون عدو في البرلمان وعدو في الحكومة آه ساهم مساهمة كبيرة جداً في نشر البعثات التعليمية الكويتية في الخارج وبالتالي دوره كبير على المستوى السياسي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الكويت مساهماته كبيرة وهو خسارة كبيرة لدولة الكويت الشقيقة والأمة العربية طبعاً نشوف ندوره الحقيقة كان دايماً معه إلى جوار مصر سواء فيه بعد ثورة 36 كان من الزعماء العرب اللي وقفوا وقفة قوية وكبيرة في هذا الوقت ترجمة نانسي قنقر